الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فنواصل الحديث في هدي القرآن الكريم إلى الحجة والبرهان بقلم شيخ الإسلام الإمام عبد الله صراج الدين رضي الله عنه الترجح بلا مرجح مستحيل لدى جميع الموازين العقلية وباطل لدى جميع الموازين الحسية ومما يوضح ذلك ويثبته قطعا أن هذه الممكنات الموجودة المعبر عنها بالعوالم هي بجميع أنواعها كانت مسبوقة بالعدم ثم وجدت فلابد لهذا الممكن الذي وجد بعد عدم لا بد له من موجد يرجح وجوده على عدمه فيخرجه من العدم الذي كان فيه إلى عالم الوجود الذي صار فيه ولا يمكن أن يوجد بنفسه بلا موجد له لأنه يلزم من ذلك ترجح وجوده على عدمه الذي كان فيه بلا مرجح والترجح بلا مرجح هو مستحيل لدى جميع الموازين العقلية كما أنه باطل مستحيل الوقوع لدى جميع الموازين الحسية إذن لا يمكن ترجح إحدى الكفتين المحسوستين بلا مرجح فإذا كان ثمة قفتا ميزان محسوس توزن به المواد وهما متساويتان تماما فإنهما تكونان متعادلتين ولا يمكن أن يرجح أو ترجح إحداهما على الأخرى إلا بمرجح من المثقلات أو من ضغطة هواء ونحو ذلك وهكذا أمر الوجود والعدم بالنسبة للممكنات فإنهما على حد سوى لا يمكن أن يترجح وجود الممكن على عدمه إلا بمرجح فالذي رجح وجود الممكنات على عدمها بإرادته وخلقها وأوجدها بقدرته هذا هو الله تعالى الخلاق العليم الذي قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وكما أن الترجح بلا مرجح هو باطل عقلا وحسا فإن التحرك بلا محرك هو باطل وإن التطور بلا مطور هو باطل فالعالم قبل وجوده كان ساكنا في ظلمة العدم فتحركه من سكونه إلى نور الوجود لا بد له من محرك وانتقاله وتطوره من العدم إلى عالم الوجود لا بد له من ناقل ومطور فهل رأيت ساكنا من حجر أو مدر أو شجر أو نحو ذلك تحرك بدون محرك مشهود أو مغيب كثيف أو لطيف فحين يثور الغبار وتتحرك الأشجار وتتموج البحار يعلم العاقل يقينا أن هناك محرك وهو الهواء وإن كان هو لا يرى الهواء بعين بصره للطافة الهواء وضعف بصره عن إدراك لطافته ولكن ثبت وجود الهواء عنده بعقله بمشاهدة آثاره وهي إثارة الغبار وتحريق الأشجار وتمويج البحار وتحسسه بآثار برودته وحرارته وهذا أمر بديهي لا يختلف فيه والحمد لله رب العالمين